السلام عليكم في العديد من التجارب الأحصائية وتصميم التجارب نحتاج إلى خلق أرقام عشوائية وفق التوزيع أحصائي معين والتي منها مثلا طريقة منتكارلو لحساب المخاطر أو الارتهاب في القياس في الفيديوهات السابقة تكلمنا عن خلق أرقام عشوائية تتبع التوزيع المثلثي أو خلق أرقام عشوائية تتبع التوزيع المستطيلي أو خلق أرقام عشوائية تتبع التوزيع الطبيعي في هذا الفيديو رح نتكلم الآن عن خلق أرقام عشوائية تتبع التوزيع المنفصل discrete distribution واللي هو ممكن على سبيل المثال نفرض أنه فيه صندوق موجود في 100 قطعة وهذه القطعة لها سواء ألوان أو كود معينة 5% منها على سبيل المثال تحمل الكود 20% منها تحمل الكود 10% منها تحمل الكود والبقية تحمل الكود الآن مطلوب مننا أنه نخلق أرقام أو كود تتبع هذا النوع من التصنيفات الآن أول عملية بنقوم فيها بتحديد النسب لكل مستوى المستوى الأول الذي نزيل ما حكيناه هو الخمسة ثانية 223 10 والرابع سيكون عندنا اللي هو 65 اللي هو 100 ناقص 10 لأنه لازم نكون مجموع الاحتمالات اللي أمامنا لازم تكون هي عبارة عن 100 ثم نبدأ نحسب المجموع التراكمي لهذه الاحتمالات فرح يكون أن المجموع الأولاني الاحتمال الأول 5% منضيف له بالنسبة الثانية رح يكون عبارة عن 5% زائد 20 الثالث رح يكون عبارة عن 10% زائد 25 والأخير رح يكون عبارة عن 65 زائد 25 والذي يجب نكون دائما عبارة عن 100 الآن منقوم من شكل عمودين العمود الأولاني رح يكون عبارة عن random خلق يعني هو باستخدام الدالة في Excel اللي هي الrand عشان نخلق رقم بين الصفر والواحد وإله نفس الاحتمالية لظهور أي رقم ما بين الصفر والواحد جميع الأرقام بين الصفر والواحد إلى نفس احتمالية الضهور وثم بالكولوم اللي بعد يله الكتاجوري رح نحط إذا كان هذا الرقم اللي ظهر إلنا أقل من أو يساوي خمسة معناته هو الصنف A إذا كان أقل من أو يساوي الخمسة وعشرين طبعا مستثنى الخمسة في المئة هنا بيكون B لحد الخمسة وعشرين بيكون C وخلافا لذلك بيكون اللي هو الكتاجوري D لأن العملية هاي بتتم من خلال معادلة Excel بهاي الطريقة اللي هو F Statement فمن شكل هذه المعادلة والآن بما أنه هذا الرقم على سبيل المثال هو عبارة عن 78% 78% ما يقع أكثر من C وإذا يقضى على D بيطلع عنا الرقم D نشوف هنا الرقم اللي جاي عن B هو 23% 23% إذن هو أكثر من A إذن هو على طول على B وبنفس الكيفية مثلا هنا الرقم A هو 2.6 إذن أقل من 5 إذن هو A الآن بعد ما عملنا حددنا رقم عشوائي بين 0 و 1 و حطينا المعادلة لخلق رقم عشوائي يتبع التوزيع المنفصل أو Discret Distribution ننزل لتحت لنكون عدة ألفات من المحاولات على سبيل مثال ألف وشوية ألف يعني بالعادة لازم أحسن أكثر كل ما أخذنا أرقام أكثر 5 أو 10 ألاء رح تكون العملية أحسن الآن نقدر نقدر عدد الأرقام أو عدد الكاتيجوريز اللي إحنا خلقناها ممكن نعمل count للكولوم G عشان نحسب الأرقام اللي موجودة في هذا الكولوم فبكون أن 1257 رقم استطعنا خلفهم وبناظرهم طبعا 1257 كاتيجوري استطعنا أنه ننتجهم بطريقة عشوائية الآن الprobability عشان نشوف فعليا كم رقم أخذ الكاتيجوري A رح نقدر نعمل count F count F العمود H اللي هو العمود في الكاتيجوري ونشوف في هذا العمود إيش الأرقام اللي هي بنطبق عليها A ف count F العمود H ل ل الكاتيجوري A و منقسمهم على العدد الكلي للعينات عشان يطلع لنا بنسبة مئوية ثم نفس الشيء لل B ونفس الشيء ل C ونفس الشيء ل C ثم ل D الآن تكون لنا هذا الجدول ومن هذا الجدول احنا ممكن نرسم هذا الرسم هذا histogram أو ممكن نرسمها على شكل buy نروح على insert نعمل recommended chart اما اما ناخد buy chart او ناخد اللي هو cluster columns نختار اللي بدنا اياها الآن خلينا نشوف هون فعليا الآن A B C D حكينا انه A هي عبارة عن 5% بس طلع انه 5.2 B 20 21.4 C 10 10 D اللي هو لازم 65 60.4 لان ممكن نحنا نكرر مرة ثانية والثالثة نشوف ارقام اهتمالات اخرى لان طلعت معنا تقريبا شبه مستطابقة لأولى 5 22 ونص بعدين 10.2 64.3 وهكذا مهما نكرر رح تضل التوزيعات بنفس القيم هون لو عملنا هذا نعمل مثلا قنحكي 7 بالمية رح تطلع 7 لو عنا 30 بالمية ف العملية او هذه الطريقة فعليا تنتج ارقام وفقا للتوزيع المنفصل نتمنى تكونوا استفدتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر